أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الجمع بين قتل الساحر وبين قول الإمام الشافعي رحمه الله إن الساحر لا يقتل حتى يقال له صف لنا سحرك هذا قول وهذا قول ما بينهم تعارب هذا اجتهاد وهذا اجتهاد وكل له وجهة نظره فلا نعارض قول الشافعي بقول إمام آخر هذه اجتهادات وما ترجح منها بالدليل يؤخذ به والذي ترجح بالدليل أن الساحر يقتل على كل حال لقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وحفصه رضي الله عنه قتلت جارية لها سحرتها قتلت جارية لها سحرتها فهذا أعمال صحابه قال صلى الله عليه وسلم ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وحفصه وجند ببن كعب الذي جاء عند الأمير وعنده ساحر يلعب بالسحر عند الأمير ويقتل شخص ثم يحييه بزعمه يظهر للناس أنه يقطع راسه ثم يعيده ويقوم حي وهو ما يقطع هذا من باب القمرة من باب القمرة وسحر الأعين فجاء جند مجتملا على السيف ولما قرب منه ضربه وقطع راسه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه فثبت قتل الساحراء عن ثلاثة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهم استتابوه لأن الساحر وإن أظهر التوبة فهو كاذب ما يصدق في توبته زنديق نعم